موسيقى يا مهر السود، ملكات جبال يا لها الواحد يسيب الحلوة الملبسة التوفي دي ويرجح مصر الله، ما نقولي ناجي بيها حتى شوية أنا عارف بقولك يا شيخ حسن أنت راجل مبروح ما تدحلنا كده دعوة نحن نعطل هنا يومين؟ شرط قبول الدعوة لكي تستجاب أن تكون النية خالصة وصافية لوجه الله تعالى وحده ما تدفع المباقلة في الفنينة بس كان مشعلانه يا حمار، بياسان بس أنت وهو ديني دور ايه ده؟ ايه النظافة والشياكة دي كلها؟ اصلي ده النورمال بتاعنا عاني لو ما اقصد بس هيا الدنيا في الاول كده دياءة شوية لا لا مش هينفع الكلام كده العصر ده لازي بيشرب حاجه يا حمانة ايه ايه يا بنا ادم انت ايه يا بنا ادم انت حنا في غرصة؟ ايه يا حسان في ايه؟ انت مالك بتبصلي كده ليه؟ ايه اللي انت عامله في نفسك؟ ليه؟ هو انا شكلي وحش؟ شكلك اول مرة شفتك فيه عند الحاجة الفاطمة كان احلب كتير هو انت عبت غير وضاي؟ لا مش موضوع غير اياني بس احنا معطلينكو في حاجة انا حاسل احنا معطلينكو يلا بينا ربنا اعطلك ولا يرجعك يا شيخ ابو الجاسم احجال انه بعد لنا هنا شهرين ثلاثة ايوة كده يا شيخ حاسم بقى استغفر الله العظيم من كل زنب عظيم انا قل لي يا ابراهيم قل لي يا شيخ حاسم باعتبارك يعني زير نساء كم يبلغ مهروفاتات بكر حسناء دعجاء هيفاء هذا ان كنت انوي انا تزوج بشامي انت جا تشتري جوار يا شيخ حاسم ثم انت اهمك فلوس انت راجل على قلبك قد كده دلع نفسك اهمك يا صباح القشرة والصباح اللي بتغني وتقول ساعات ساعات واللي جاي يحسب من اللي فانت لا لا البلا دي اول انت بتعمله ايه القرف ده؟ بص 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 دي بتدحك عليك يا اهمل غمزت اه غمزتين هيك اه اه غمزتين موسيقى ايه رايز الشيكة دي كله؟ يا درس مهم البدلة يا المهم الحشو اللي جوا بس الله ماشاء الله عيني عليك برده يا فاشا لابد من قراءة المعوزتين والله ما عرفتكو بعد ما انضفتو ايه تا ايه دول كمان ايه بيت الحلوة دي والله يا فاشا احنا كنا عاوزين سعبتك في حكاية كده يعني تكلمنا فيها اه احنا تهمنا جوي وعاوزين يعني ثلاث اربعة ايام راحة كده يعني اذا ام كم عايزين تعودوا هنا يعني لا انا مليش دعا بالعيل دي انا عايز امشي عايز ارجع مصر انا كنت مع ابو القاسم احنا مش هنقدر نمشي من هنا بعد العيد اوه احطلع اعود مكانو شوي طب يلا بس مش عايز مشاكل حاطر 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 مش الأسرة؟ هذول الأسرة اللي بدلناهم مع حزب الله اليوم الصبح خالص أنا قلت مش الأسرة يعني مش الأسرة يعني مش الأسرة يعني روتسي لدبير أطل مناخ أوكي أوكي أحنا أحكي يعني هون شا بحكي أنا رح أحكي مع كل وعد فيكن وعد وعد أحكي 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 مطلق بس أنا أول ما جيت يعني كنت بدور على البطوعات اللي هي هتتتعمل في البطوع كده اللي أنا ببقى أنا عندي المطبوعة كلها بس هو ناقص وعد اللي عشان جاء أسعدك في الشي يا أستاذ؟ أسعدك في الشي؟ لا بتكره أهو يا أستاذ؟ مظبوط وصف مظبوط عيني سواني وتكون عندك أهلا أسعد بيك شرفت القتل ما تؤخذنا ما حطنا لك مراسم ولا فرشنا لك الأرض رمل الله يخليك يا ريمون بيك يا معنمي يا تانشراسي انت بتعفل إنه مرتين مريضة وما حسنت خلييه لوحدة لحتى أمنت حدا يقعد جنبا باعتين إجهيت فورا على القتل انت بتعرف الدنيا عيد وفي زحمي لك شو إلي علاقة بالزحمة وبمرتك روه غير كيابك ولا ترشيدي وشتك يلا مشان الله أنا هم بشتغل هون مش هانطح بي ملادي لك شوف أدحلك جمعية خيرية عندي أنا يا ريمون إيه اللي افترى بتاعب ده الرجل بيقولك عمتوا ظروف أخرطه عفوة ناجي بيك انت ما بتعرف الأشكال هي ما تسيبويا كل عيش الرجل بان على محتاج يلي بدك يا ناجي بيك والله لونا ناجي بيك ما رحمتك والله القهوة نعيوني يا أستاذ ما تزعلش يا أخ الله يطول عمرك ويخلي لك ولادك ودي مكفوة رأسنا يا رب اسم الكريم ايه أنا اسمي أسعد أسعد سعاد عندك أولاد؟ عند اتنين السعيد الكبير وسعاد صغيرة السعيد وصعاد وإنت أسعد دي السعادة اللي انت عايش فيها يا ناجي بيك أنا صحيق اسمي أسعد اسمي عمري كله ما دي قطعم السعادة لا حول الله